السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وصفات عزيزة بيدون غلوتين اليوم سوف نديكم معي خرجة الى غابة بوسكورة أخواتي بيدون عبار عيني ميزاني نضيف هذا النوع فرينا ونسلقها ونسلقها ونقوم بقاوة معي ونشاركوا معي هذه الوصفات لأنا اتسمعي الخرجة مع صديقتي ونقوم بترمي نجد وزنا نقوم بتوضحة بيضة اضفنا كاس تقريبا الفارينة كاس عنبا اضفنا كاس إلى ربع نضيف ناشا كاس إلى ربع ودقيق الروز كاس إلى ربع هل يعتد؟ أضفوا نعطيت تقريبية عين ميزان بدون البطاعة من العجين لكاك نضيق الروز ناشا ضرا صنجلتان نضيق فارينة خالة من الغلوتين اضيفوا حتى تحصلوا على خلط كيك ومن بعد اخواتي نزيد معلقة كبيرة حاول اخواتي لا تبقوش مطابطين اضيفوا حتى تحصلوا على خلط كيك اضيفوا حتى تحصلوا على خلط كيك اضيفوا معلقة زيت الزيتون اضيفوا زيت الزيتون اضيفوا زبدة الدائبة اضيفوا زيت المائدة نضيفوا النار اضيفوا ماء اضيفوا الماء ايضا اضيفوا الماء نضيف زيت الزيتون نضيف ساشي فاني واحد و ساشي خميرة الحلويات نخلط نضيف الحليب نضيف عصر ليمون أو نضيف الماء نضيف الحساسية نضيف البانان نضيف البانان و من بعد تخلطها مع باقي انواع الدقيق حتى تحصلوا على خلط الكاك و قبيصة المليحة نضيف نضيف الحليب حبيبات و من بعد نضيف حليبات و من بعد نضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات الشوكولات مختلفة نضيف حليبات كاك حبيبات نضيف حليب مقلة الطفل او قرانيت مقلط مقبا ما ينظف المقلط مقلط مقلط نقلبها للجهة الاخرى كما تشوفه معي في الصورة أنا أخواتيها دواء يعني البانكيك المعتمد عندي كنديروا الفطور وكلها مرش كندير فيه من أنواع ديال الدقيق يعني تقدوا تضيفوا فيها إلا كان عندكم دقيق ديال السغازة تقدوا تضيفوا الدقيق ديال كندير كل حاجة تزيدوا منها شوية شوية أو ما نقول شكما أخواتي ركي طلعوا واعر زوين زوين ويعجبكم ويعجب البلدات ديالكم يعني المسبعين الرجيم الصهوليتا سوف نكملوا أخواتي البانكيك ديالنا على هذا الشكل نكملوا الخارج كامل درنا خارجة في آخر الأسبوع أنا والصديقة ديالي السيلياكية كذلك تهيية تهيية توجد معها واحد طبق ديال الغوز اللي بالفاكهة الفوكيل جافة وضافت فيه يعني البانان وطفع يعني بحلقات كي يكونوا ديكل الخارجة زوينين تتفقوا مع شي صديقة ديالكم السيلياكيات كل واحدة شنا تجيب وتديروا شي خارجة يعني الغابة أو لشي بلاسة اللي بغيتونتو مقربة لكم أو أي بلاسة عجبتكم وتخرجوا وكدوزوا قيد زوين مع بعديتكم ما كدوزوا ش بأنكم رهن يعني عندكم ريجيم وليش حاجة آدي أكل رائع وش حاجة صيبتوا بيديكم كدوز عجبكم هنتم شوفوا أخوتي بانكيكي جا خفيف وجزوين واتبقوا معايا وغتشوفوا باش عم يعني درطت الحشوة في الداخل ديالو آآ لكخيم باتيسياغ آآ لكخيم شونتيي تقدو تديرو كخيم باتيسياغ تقدو تديرو كخيم شونتيي تقدو تكتافيو بي بحال هكاك يعني تزينوا بطريقة اللي بغيتونتوما كل واحد له الختيار في التزين وكي أعطاكم كمية كثيرة هيا أخوتي البطاطة الصغيرة ديالنا اللي أنا سلقس وغادي تبقوا معايا أنكم غتشوف كيفاش درتليها آآ رافقتها مع هاد طاجين ليدرت معاكت البطاطة بعد ما تسلقات وغادي نطيف ليها فروماج محكوك يعني البلوك ذاك الفرماج البلوك ديال لفاشكيري ودرسها كويرات منتوما تشوفوا معايا وجهت رائع أخوتي بدك تطريقة تقديم ديالها وهدي أخوتي البطاطة اللي غادي ندير فيها الفرمكيك هادي كخيم شانتي هادي كخيم شانتي كان شرطية من واحد اللي بعطوه وهو البرقوق أخوتي كان أسلقه وهنا يا أخوتي الطاجين ديالنا هو صفي وجد في تعليه صفي غادي نزينه بالبرقوق والجنجلان حبوب السمسيم وصفيها هو وجد أخوتي غادي نزين البانكيك ديالي كما قلت لكم كخيم شانتي ودرت القوجي حبوب القوجي تمامايا فاكيها جافة زوين حتى هي سولوا عليها يعني تلقاوها في عند يعني تلقاوها في بالماركات تلقاوها عند في الرحبة أنا كتخديتها من الرحبة ديال دالبيضة يعني ديال شاري محمد السادس كين عن السيد الردوان عندو هاد الحبوب ديال القوجي زوينينتا هما كيعطوا طاقة ورائعين والمدق ديالهم حولو كتزينوا بهم الحلوية ديالكم تقدو تديرهم في العاصر تقدو تديرهم في البانكيك يعني عواد بيبات شوكولات تديرهم بأي طريقة تديرهم ب الصلاة ديالكم يعني رائعا بحثوا عليهم في جوجل كتبو القوجي وغا تعرفوا يعني المنافع ديالهم والفيتامينات اللي فيه وكل شي اللي فيه وهاو أخوتي الطاقق ديالنا وشوكولات اللي باش زينتوا يعني الصنغوليتا كيم ما كتشوفوا صافي هاي الأبوات واجدة نمشيوا اللي بطاطة ديالنا ومس لرقا كيم ما قتلكم را خلطتها بفروماج بلوك وده بديسكن شكلها كويرات وده بسمعها الفلفل حارة ضروري أنا من الفلفل الحار صافي وهاو يعني كل شي واجد وغادي نجمعوا باش نمشيوا الغابات بوزكورة وهنا يا أخوتي فيط الحليب بديتوا في الترموس باش غنرافقوا بالشوكولات الخبز ديالي تاوه هاو كذلك جبته من الفريقوس خلطه صافي اخدينا يعني الطريق ديالنا البوزكورة صافي شوفوا الطبيعة كديرة كالجوز وين شوفوا الطبيعة وكما وصلنا أخوتي حطينا الأكل ديالنا يعني كانت وقت الغداء حطينا حطينا الوجبة ديالنا الغدائية هاي الصديقة ديالي كما قلت لكم لوجدة الروز ديال اللي بالفواكه الجافة بالزبيب و باللوز القرقاع وفيها قطع ديالتفاع و قطع ديال البانان ووحد في ديال العسل أو السكر اللي بغيتوا ديروه مع المايونز مخلط صافي أخوتي من كلينا الغداء حطينا تمشينا شوية وعاد أخدينا الجوتي ديالنا يعني البانكيك اللي نجد الصديقة ديالتي بجد لك هاي أخوتي كان الطابلة يعني كان فين تقلصو كان طابلة صيبة بالسيمة و الكراسي كذلك أو لا تفرشوا على الأرض اللي بغيتوا هاي فوقي دوبوسكورا دووزنا أخوتي وقيت زوين وكين حتى هنا ملقصر السكار وعصر الرمان ومن بعد أخوتي بقينا كنتمشاو يعني في الطبيعة دووزنا وقيت رائع أنتم ممكن تشوفوا أخوتي يعني الخضرات الطبيعة رائعة وكالوقيت زوين والشمش والهواء رائع أستودعكم أخوتي في الله الذي لا تدعوه ودائعه والسلام عليكم وإلى فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر